هذا التطبيق من أفضل التطبيقات إذا كنت حاب تضيف حقوق لك على الصورة الحقوق ممكن تخليها بشكل مائي أو ممكن تخليها خفيفة بالإضافة إلى مجموعة كبيرة جدا من التصاميم والخطوط مدمجة داخل هذا التطبيق وأول ما يفتح التطبيق تضغط على هذا الخيار وتختار الصورة من ألبوم الكاميرا بالشكل هذا فلنفترض أن نقول أنت راح نضيف الحقوق لنا على هذه الصورة بعد كذا نضغط على الصورة ضغطة راح يجينا إضافة نص نضغط على إضافة النص بعدين نختار نوع أو شكل الخط اللي حنا راح نضيفه أو الحقوق وفي عندك برضو هنا مجموعة من القوالب وتحت كل ثلاث نقط في مجموعة إضافية برضو من القوالب هنا تختار مثلا نوع الخط أو تصميم الخط نقول على سبيل المثال أن بنختار هذا الآن بنغير هذا النص نضغط على هذا الخيار بعد كذا نكتب مثلا النص اللي حنا نبي أنا ناسخة ونقول له done بالشكل هذا وعندك هذه الخيارات إذا ضغطت عليها يدخلك على مجموعة من الخيارات اللي هو موضوع التكبير أو التصغير وعندك هنا الخط بالإضافة إلى اللون وعندك هنا موضوع الشفافية هذه لو قصرتها بتتحكم في موضوع الشفافية بالشكل هذا وتقدر برضو تحركها كذا بالإضافة إلى مجموعة ثانية من الخيارات موجودة هنا بالشكل هذا وتقدر تضيف مثلا قالب إضافي عليها زي كذا ونغير في موضوع شفافيته يعني كذا المهم أنه موضوع التعديل والتصميم كل واحد مثلا يصمم حسب القالب اللي هو يعجبه وحسب الطريقة اللي هو تعجبه راح نزل لكم صورة التطويق بالسناب الجاية وتحياتي لجميع وطريقة الحظ أضغط بس على هذا السهم بعدين على الزر المشاركة اللي هنا وعطه safe هنا والتالي راح تروح لألبوم الكاميرا اشتركوا في القناة